موسيقى بمرافقة تلات من الفنانين حلت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي بولاية شلف في زيارة عمل وتفقد لعديد المشاريع القطاعية الوزيرة التي استهلت زيارتها من مدينة تنس وخلال وقوفها على وضع قصبة تنس العتيقة أكدت أن جهود الدولة مستمرة لحماية وتهيئة المواقع الأتارية عبر مختلف ربوع الوطن التراث الثقافي هو من أولويات قطاع الثقافة وهي من أولويات حقيقة الدولة الجزائرية على رأسها السيد عبد المجيد تبور رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائما على أهمية الحفاظ على تراثنا ومورثنا الثقافي وهو جزء من هويتنا وجزء من تاريخنا كانت عدنا زيارة للمدينة العتيقة تنس حيث أن هذه الأخيرة وبعد المصادقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع العتيق للمدينة استفاد هذه السنة بعد رفع التجميد عن المشروع من غلف مالي يقدر بـ 100 مليون دينار إن شاء الله لإطلاق مختلف الأشغال الاستعجالية التي تخص المعالم والمواقع الأثرية الموجودة به المدينة الزيارة كانت فرصة أيضا لتجشين عدة منشآت ثقافية ستساهم في دعم الإبداع الفني والثقافي بالمدينة فرصة للوقوف على المشاريع القطاعية في مختلف مجالات الثقافة والفنون أهمها كان تجشين المعهد الجهوي الموسيقي في مدينة تنس إضافة إلى إطلاق أشغال بالمسرح الهواء الطلق بنفس المدينة أيضا كانت فرصة أيضا لتجشين مكتبتين حضاريتين مكتبة بأبو الحسان وأخرى بالكريمية وضعنا حيز الخدمة قاعدة السينما وضعها تحت التصرف المركز الجزائري لتطوير السينما حتى تدخل حيز الخدمة حماية توراة التقافي وتشجيع النشاطات الفنية من خلال بعض مشاريع ومنشآت ثقافية سيسمح بترقية مختلف الفنون وإنعاش الفعل التقافي بولاية الشلف